قررت المحكمة الأوروبية الاستجابة إلى الدعوة التي رفعتها أندية سوبرليج ريال مدريد وبارشلونة ويوفنتوس بقيادة فلونتينو بيريز على الفيفا واليويفا بسبب انتهاك ما أسمته الأندية الثلاث انتهاك قواعد المنافسة صراع السوبرليج واليويفا حكاية لم تنتهي بعد بين الأندية الأوروبية الثلاثة المتبقية والاتحاد الأوروبي لكرت القدم بعد أن تقدم المسؤول دور السوبرليج بدعوة قضائية على اليويفا والفيفا بعد أن ظن الجميع أن الدوري قد انتهى شنت الأندية الثلاثة المناصرة للسوبرليج هجمة مرتدة على المستطيع الأخضر لمحاولة الإبقاء على الدوري برشلونة ريال مدريد ويوفنتوس بقيادة فلونتينو بيريز ما زالوا متمسكين بخطط إنشاء الدوري بعد انسحاب السلاسي الإنجليزي والقط بين ميلان وأتلاتيكو مدريد الإسباني تمسك الفرق الثلاثة بالمشروع وتأكيدها أنها لن تنسحب أمر ترتب عليه فتح تحقيق تأديبي من قبل اليويفا وأصبحت مهددة بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن لماذا تمسكت الفرق الثلاثة بدوري السوبرليج فبرشلونة يعاني حاليا من أزمة مالية خانقة تصل إلى ما يقارب المليار يورو فمشاركته في الدوري المنشق سجلب لخزائنه ثلاثة مليار يورو لأنه عضو مؤسس أما يوفنتس فيرى أن الدوري السوبر طريقة لتوفير حلول للوضع الحالي غير المستدام في صناعة كرة القدم على الجانب الآخر صرح الرئيس الاتحاد الأوروبي أليكسندر سيرفين أن ثلاثية فرق السوبرلي قد أصابوا أنفسهم بالشلل ويعتقد أن فكرتهم سوف تقتل متعة كرة القدم إذن هي معركة ولكن من سيخرج منها منتصرا من محكمة العدل الأوروبية بيريز ومناصروه أم أن الفيفا واليويفا سيسجلان هدفا في شباك المنشقين ويطلقان صفارة النهاية لهذا الملف من الدوحة ينضم إلينا الآن محمد الجزار الصحفية رياضي أستاذ محمد مرحبا بك حتى نفهم القضية بشكل جيد ما خلفيتها على أي أساس هذه الاتهامات يمكن خلفية القضية تعود إلى بداية إطلاق دور السوبر الأوروبي اللي كان نضم للمشروع ده حوالي 12 نادي والحقيقة صارت بسبب وسورة كبيرة جدا في كل أنحاء أوروبا ويوصل الأمر لحد محكمة العدل الأوروبية الحقيقة أن خلفيات الموضوع هو يمكن تدعيات وتأثيرات جائحة فيروس كورونا اللي تسببت في خسائر كبيرة جدا للأندية وصلت 650 مليون يورو من المتوقع مع نهاية الموسم الكاروي أن تصل إلى 2.5 مليار يورو الخسائر ده الحقيقة دفعت الأندية بقيادة العراب عراب مشروع السوبر بريز للإعلان عن فكرة مشروع السوبر الأوروبي لكن الحقيقة من خلال تدعيات الموضوع والأزمة الكبيرة اللي حصلة اللي يمكن بتهدد برشلونا وريال مدريد وكمان يوفينتوس بالاستبعاد من دوري الأبطال السنة اللي جاية أعتقد أن الحالة الأزمة الكبيرة جدا هو الحوار كل الناس بتقول لابد من الحوار لأن الحقيقة واضح جدا أن المشروع زي ما قال فلورنتيرو بريز المشروع لم يمت هو تم تهديئة الموضوع شوية وفي بعض الأندية تسحبت 9 أندية تسحبت ولكن ربما لتهديئة الرأي العام لكن يبدو أن هناك إصرارا واضحا وأعتقد أن أي متابع أو أي رياضي في المجال الرياضي عارف دهاء بريز كويس طيب قبل أن نتحدث عن المشروع وإن كان قدمت فعليا أو أنه مستمر حتى نفهم التهمة الموجهة من قبل هذا الثلاثي إلى الاتحادين الدولي والأوروبي التهمة هي خرق قواعد المنافسة أين تخرق قواعد المنافسة هنا المنافسة الرياضية كيف؟ لا محدش يقدر أقول أن تم خرق قواعد المنافسة بالعكس هو مشروع مجرد أن فكرة لتطوير كرة القدم الأوروبية وتطوير بطولات الأندية الأوروبية لأن الخسائر زي ما قلت لحضرتك كبيرة جدا بسبب تدعيات فيروس كورونا لما تقول أن بانكي زي بانك بيم مورجان الأمريكي داخل وبيدعم البطولة 3.5 من 10 مليار يورو فده الحياة مبلغ كبير جدا يمكن الاتحاد الأوروبي خرج وقال أن في فكرة لتطوير بطولة دوري أبطال أوروبا من بداية عام 20-24 زيادة عدد الأندية ل32 نادي وما إلى ذلك لكن أعتقد أن هذا لا يرضي كبار أوروبا حتى الآن والموضوع سيبقى فيه شد وجذب خلال الفترة اللي جاية لأن أعتقد زي ما قلت لك أن بريز كان عارف أن السيناريو ده هيحصل وأن كان مترتب أن في بعض الأندية هتسحب خاصة تنسحب بعد الهجوم الكبير والانتقادات اللازعة التي تعرضت لها من الجماهير ومن الإدارات والأمر وصل لبعض الحكومات كمان فما نقدرش نقول أن فيه خرق القرط القدم لأنها في النهاية كان مجرد مشروع مشروع بيتوبلور والغرض منه والهدف منه هو تطوير بطولة الأندية الأوروبية فاعتقد أن زكاء الاتحاد الأوروبي أنه يقعد مع الكل على مئدة الحوار وأنه يتفاهم مع كل الأندية لأنه في النهاية الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من عمل بطولات منفرده ماذا لو قررت الأندية وأصرت الأندية وخرج مسؤولين الأندية وقالوا لجماهيرهم إحنا دخلين على حالات إفلاس وإحنا ما عندناش إمكانيات أو الاتحاد الأوروبي ما بيصرفش بفلوس كتير رغم أن العوائد اللي بتدخل للاتحاد الأوروبي بفضل الأندية الكبيرة بطولة دوري أبطال أوروبا هي التالت أكبر بطولة في العالم يمكن بعد الأولمبياد وبعد بطولة كاس العالم لكرة القدم عوائدها المادية كبيرة من الحضور الجماهيري من عائدات البث التلفزيوني فإذا لم يكن هناك توزيع عادل للتركة أو لهذه العائدات فالأندية متضررة لأن الأندية دلوقتي انضرت من عدم وجود الجماهير اللي كان بيدخلها دخل كبير جدا فكل الدخل اللي داخل للأندية دي من عائد البث التلفزيوني اللي بيستحوز عليه بنسبة كبيرة جدا الاتحاد الأوروبي فالموضوع زي ما قلت الحضرات في بداية كلامي لازم لغة حوار ولازم اتفاق ولازم إرضاء كل الأطراف إنما عنده إصرار الاتحاد الأوروبي على موقفه هيبقى خطأ كبير حمد الجزارة الصحف الرياضي من الدوحة